لمتابعة آخر التطورات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية ينضم علينا من هناك مراسل الغد أحمد البديري أحمد ما هي آخر التطورات لديك؟ بلا شك هذه الليلة كانت ليلة هادئة رغم التوقعات بأن يكون هناك ردود أفعال يعني قيام حزب الله بعملية مضادة وما إلي فالك ولكن الأمور ما تزال هادئة في هذه الليلة كما علمنا من المصدر الإسرائيلية في أنهم يقولون وتحديداً الجيش الإسرائيلي منما حدف كان هو عملية توجيه ضربة لمجموعة من المتسللين من حزب الله الذين عبروا إلى منطقة الخط الأزرق الجانب اللبناني وتحديداً حزب الله ينفي جملة وتفصيل لما يجل ويقول بأن هذا ليس هو الرد وإنما الرد هو آت وبالتالي تبقى القوات الإسرائيلية على أهبة الاستعداد هنا في المنطقة الشمالية لا نرى جنود لا نرى آليات عسكرية إسرائيلية تم سحب كل هذه القوات إلى خمسة إلى ستة كيلومتر في العمق في الداخل وذلك بعيداً عن نيراني واستهداف صوريخ الكورنت التابعة التي يمتلك حزب الله وبالتالي أن لا يكون هناك تهديد لا للجنود ولا للإليات الإسرائيلية ولكن إلى أي مدى يستطيع الجيش الإسرائيلي الاستمرار في هذه الحالة من التأهب التي عملياً مستمرة منذ ستة أيام البعض يرى بأن الضربة لربما تكون بعد العيد البعض يرى بأن الضربة يمكن أن تكون بعد عدة ساعة من الصعب التكهون وفي الذي تم طرحه خلال الجلسة الأمنية التي عقدها بن يمينة نيهو مع وزير الجيش الإسرائيلي وأيضاً مع القيادة العسكرية الإسرائيلية في بحث ما هي التوقعات التي يمكن للجيش الإسرائيلي أن يتلقاها تحديداً رد فعل من قبل حزب الله ولكن بن يمينة نيهو أقام مؤتمراً صحفياً حاول أن يؤكد فيه بأن ما حدث كان إنجازاً للجيش الإسرائيلي باستهداف مجموعة من المقاتلين ولكنه في نفس الوقت أراد أيضاً أن يمر الرسالة إلى حزب الله بأنه لا يسعى للتصعيد لا يريد أن يكون هناك حرب لا يريد أن يكون هناك مزيد من الصوريخ التي تطلق من هنا وهناك وإن كانت إسرائيل ولا بد لها أن تنضي قدماً في مثل هكذا معركة فنسوف تكون قوية وسوف ترد بكل قسوة الأوضاع ما تزال على ما هي في حالة الترقب والجانب الإسرائيلي حقيقة متوتر جداً بمعنى بأنه أمسك على سبيل فالكان هناك طيارة بدون طيارة التي سقطت لخطأ تقني ولكن لساعتين كان هناك حالة من الارتباك على ما تم أسقاطها من قبل نيران مضادة من قبل حزب الله أم أنها سقطت بفعل تأثير الكهرغماناتيسي على هذه كلام كثير وأيضاً قبل عدة أيام كان هناك سقوط لشظية من قبل مضادات أرضية من قبل السوريين الذين كانت تستهدف طائرة إسرائيلية مسيرة في هضبة الجولان سقطت شظية على مجد الشمس البلدة أو القرية السورية المحتلة في هضبة الجولان وكأن شيئاً كبيراً قد حدف وما كانت إلا شظية وأصلاً لم يكن هناك أصبط وبالتالي الجيش الإسرائيلي والقيادة العسكرية الإسرائيلية تتعامل بحساسية مطلقة لأنها تتوقع بأن حزب الله سوف يقوم بالرد كيف؟ أين؟ وما هي الطريقة؟ هل سوف يكون براً؟ بحراً؟ جواً؟ ما تزال كل هذه الأسئلة مطروحة أمام مقر الجيش الإسرائيلي شكراً جزيلاً لك أحمد البديري كنت معنا على الحدود اللبنانية الإسرائيلية شكراً لك شكراً لك